مجلس بلدي الشمالية موقفة للسيارات في المشاريع الإسكانية بالأرض الفضاء المملكة للدولة ولفت الأعضاء إلى أن المنطقة اليوم بحاجة إلى إيجاد حل لأزمة السيارات بعد الإزدياد المضطرد في عددها تم التطرق إلى المشاريع الخدمية التي تحتاجها مدينة حمد والتي قضت الآن أكثر من 30 عام طبعا ركزنا اليوم على قضية المواقف الخاصة بالسيارات طبعا عندنا مشكلة ومشكلة كبيرة بقضية إيجاد المواقف العامة للسيارات بعض الحالات طبعا تكون فيها مساحات ممكن استغلالها كمساحات تستغل لهذه المواقف بحيث نحل هذه الإشكالية الآن ما عادت البيوت تملك سيارة ولا سيارتين البيوت الآن عادت من ثلاث سيارات إلى أربع سيارات لها حاجة إلى إيقاف السيارات وإيقاف السيارات أمام بيوت الجيران قد يسبب مشاكل ما بين الأهالي وهذه ما أعتقدنا في حد ممكن أن يوافق على هذا الموضوع ولكن الأراضي موجودة انتمنى التسريع وتيرة الموافقة عليها ما بين وزارة الإسكان وما بين وزارة الأشغال والبلديات وشؤون تخطيط العمراني كما استعرض المجلس أخير المستجدات على المشاريع البلدية مطالباً وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة الانتهاء منها خصوصاً وإن موعد تسليم تلك المشاريع كان من المفترض أن يتم خلال الربع الأخير من العام الماضي لافتاً إلى أن هذه المشاريع قد رصدت موازنتها الخاصة ضمن ميزانية عام 2016 نتكلم عن الحداغ المواشية التي لم ترصد لها ميزانية بل نتكلم عن المشاريع التي رصدت لها ميزانية وتم العمل فيها ولكن لم يكتمل حسب خطة الوزارة كان مفروض أن في يوليو 2016 يتم الانتهاء تماماً من الحداغ ونحن اليوم في 2017 ما زالت الحداغ لم تنتهي فنحن اليوم نتكلم عن الموازنات أيضاً فهل هذه ستكون من ضمن ميزانية المرحلة ل2017 أم ماذا؟ فنطالب من وزارة البلديات بالتسريع من وطيرة الانتهاء من هذه الحداغ على أساس أن يكون متنفس المواطنين إلى ذلك بحث المجلس عدداً من المواضيع الخدمية حيث تمت مناقشة الحلول المثلة لمواجهة أزمة الصف الصحي في بعض المناطق بالمحافظة الشمالية بعد تأخر وزارة الأشغال في تنفيذ المشروع في بعض المناطق مطالبين بتفعيل دور الرقابة من قبل الجهاز التنفيذي في ذات الوقت كما تم تسليط الضوء على المخالفة الجسيمة التي يقوم بها القاطنون في تلك العمارات السكنية بالمحافظة الشمالية مشددين على الضرورة وجود متابعة من قبل الجهات المعنية يوقف كافة أشكال التخريب والإهمال الذي تتعرض له تلك العمارات وأوصل المجلس بالإطلاع على قدرة قسم الرقابة والصيانة في وزارة الإسكان على متابعة التجاوزات وكيفية التعامل معها خولي لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين